بئر بجماعة سيدي يحيى زعير بدون ترخيص ولا تصريح ولا يستوفي لشروط السلامة بشكل غير قانوني يتم ملء حاوية بمياه البئر لتوزيعها على بعض المستفيدين مقابل أجر مادي على حين غر دهمت شرطة المياه رفقة أعوان السلطة المكان للحج على هذا البئر الغير قانوني موضوع المخالفة بنا على هذه المخالفة بنا على الدورية التفقودية لتديرها السلطة المحلية تم إخبارنا من طرف سلطة المدينة السليحية بنا على مخالفة جلب الماء بدون ترخيص وتوافد عدة شعينات بالبئر وبنا على هذه المعلومات انتقلنا إلى عين المكان وبعدها الوصول دينا تعرف قطاع عناصر السلطة المحلية وبجأة المدينة ضبطنا الشاحنة الصهريجية المدكورة وبنا على تفق حصل وطائق الخاصة بالشاحنة وطلب صاحب البيئر بالرخصة صراحة لأنه لا يتوفر على ترخيص ولا يتوفر على الصراحة وبنا على هذه الإخبارية هذه تتربط لتصالب السلطة الجلالة الملكة بالمحكامة الابتدائية التي أعطى تعليماته بتحديل مخدر في شأن المخالفة وحز الشاحنة وطلب المحجز تبقى لتعليمات نية بالعانة الحفاظ على الثروة المائية الهدف الأسمى الذي تسهر شرطة المياه على تحقيقه مراقبة الملك العمومي المائي بمختلف مكوناته سدود وآبار وويديان ومياه جوفية مهمة شرطة المياه هذا الجهاز الإداري الذي ينسق مع السلطة القضائية يتوفر على صلاحيات تهم المعاينة فتحرير المحاضر ثم تنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والسجن في حق المخالفين جميع المياه القارية كالسطحية أو الجوفية فهي ملك عمومي مائي وبالتالي فأي استغلال أو أي حفر بهدف استغلال المياه الجوفية فهو يخضع لمستارة الترخيص كما أن هذه المستارة الترخيص فهي مقننة بموجب مرسوم كحيد كيفية الحصول على هذا الترخيص باستغلال الملك العمومي المائي من أهم الشرط هو إداء طالب لدى وكالة الحوض المائي هذا الطالب كيتكون أساسا من أربع أواشائق أساسية اللي هي مطبوع كيتم في تعبيئاته من طرف المعني بالأمر كيشمل معلومات اللي كتخصه واللي كتخص الأرض لإضافة إلى وثيقة تثبيت حق التصرف في العقار موضوع الطالب لإضافة إلى تسمين موقعي بين حدود البقعة الأرضية والقطعة الأرضية موضوع الطالب وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية انتقلنا إلى أحد السدود بنواحي جماعة سيدي يحيى لمعاينة مخالفة من نوع آخر مخالفة همت جلب الماء بدون ترخيص بتعبيئات المياه من بحيرة هذا السد من طرف واحد من أهالي المنطقة بشكل غير قانوني المخالف وقع التزاما بعدم العود وأداء غرامة مالية لوكالة الحوض المائي التحديات المائية المطروحة على المغرب أعادت أدوار شرطة المياه إلى الواجهة للحد من مظاهر استنزاف الثروة المائية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر